السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا أجمعين وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلو والله أنا بنت كنت من أنجح البنات دراسيا دخلت الجامعة تخصص الكل يتمنى فأنا لما نكن ثاني جامعا خطبت وتم عقد القران واتفقنا أني الزواج إن شاء الله حيكون بعد التخرج لكن بعد الملكة اللي صار أني أنا تعلقت فيه وصاير يضغط علي كثير أني يلا نزواج يلا وعدني أني أنا أكمل دراستي عنده فوافقت صراحة أهلي كانوا موافقين يعني ما كانوا مقتنعين مرة لكنهم زي كل أهلي يتمنون البنتهم الخير يعني ما حبوا يعترضون دام أننا موافقين ومتفقين مع بعض وخلاص تم الزواج وكنت أسعد عروس زوجي طيب وحنون وخدوم وجميل وحلم كل بنت كمل دراستي وكنت ألقاه كذا مجهز الغداء لأن كان وقت خروجي مرة متأخر فبعد زواجي بسنة بديت أحس بالملل يا الله تعبت من الدوام وحملت أكثر من مادة فجاني إحباط فضيع مرة وكره للدوام أنه خلاص ما عدا بأداوم فصار غيابي كثير لين فصلوني فزوجي وقتها زعل مني مرة وحتى أهلي يعني ما حد تفهم منه ومنه من جد ترى خلاص أنا ما عدا أقدر أكمل وإني أنا الحمد لله مرتاحة في بيتي ومع زوجي أحس أن الدوام أخذ كل طاقتي وإني ما لي خلقي حتى أجي ما لي خلقي أجلس معاه ولا أطلع ولا شي يعني مشغولة يا دوام يا اختبارات لذلك فقدت طعم الراحة وقررت أني أقدم راحتي على كل شي وإني أترك الجامعة لين في الآخر اقتنعوا لنا هذه رغبتي فتركوني على راحتي المهم بعدها ما بقينا ولا دولة إلا زرناها الحمد لله مبسوطين مرة وراتب زوجي يا رب لك الحمد مرة كويس اشتري اللي خاطري فيه ما عمري حسيت أني أحتاج وظيفة ولا دخل مادي أبدا مرت ثلاث سنوات بدأنا نفكر في الأطفال وراجعنا أكثر من مستشفى عشان نطمئن فقالوا لنا أنه ما فيكم شي نو بس مجرد مسألة وقت مرت ثلاث سنوات وبعدها قررنا أنه نسوي أطفال أنابيب ورحنا الأكبر مستشفى متخصص في أطفال الأنابيب المفاجأة والصدمة اللي ما كانت تخطر على بالي ولا على خاطري إن زوجي طلعقي ولا ينفع معاه أي علاج بهذه الدنيا إلا إذا شاء الله يعني إلا إذا ربي شاء وكتبه لكن الظاهر يعني طبيا ظاهر لهم في التحاليل إن حالته أندر أمراض العقوم تخيلوا اللي ما عرف لها الطب حل أبدا رجعنا مكسورين بس ما فقدنا الأمل طلعنا بره السعودية وكذلك نفس التشخيص حطوله يعني إنه أبدا ما في أمل إلا بقدرة الله فرفضوا حتى يسووا لنا أي إجراء حتى أنا آخر دكتور يعني رحنا له قال أنا أقدر أضحك عليكم وأعطيكم أمل وأسحف فلوسكم لكني والله أخاف الله فنصيحة أخ أرجوكم استعينوا بالرقية والدعاء والصدقة لأن شفاءكم عند الله ما هو عند البشر النقاد الرب يحدث معاكم معجزة إلهية ما تعلمونها ويرزقكم الذرية وما ذلك على الله بعزيز لكن المستشفيات خسائر بس كذا على الفاضي فما أحكيكم يا الله قديش الحزن اللي عشناه بس قررنا أن نتجاوز ونسلم أمرنا لله بعد فترة عرفوا أهله أن السبب منه طبعا الخبر تسرب يعني تعرفون سبحان الله لكل عزيز شخص عزيز أعطاه سرنا المهم وصل الخبر الأهلي وفي أول زيارة لهم صاروا يلمحوا لي في الأخير لين قالت لي كذا أمي بصريحة العبارة قالت يا بنتي ترى العمر يجري وأنا أبالك أطفال تطلقي منه وربي يعوضك خير إن شاء الله أنا نهارت تماما جلست أبكين وكيف كيف تقولوا لي تطلقي منه هذا حب حياتي ورحت أجري يعني خلاص طلعت من عندهم دقيت على زوجي قلت له خلاص تعال وكان واضح علي أني أنا مر زعلانة وللأسف وقتها انفجرت أبكي قدامه أنهرت وحكيت له عن طلب أهلي ورغبته مني أنا يعني بغوني أطلق منك والله ما أنسى ردة فعله دمعت عيونه قالت طب صح معاهم حق لو أن أختي في مكاني كان قلت لها نفس الكلام أهلك يحبوني كواعارفين أهمية الأولاد في الحياة الزوجية أنت استخيري وأنا تحت أمرك وهذا حقك وربي إن شاء الله بيعيننا أنا وانتي ونتجاوز الفراق فإن شاء الله ربي رح يعوضك بأطفال وزوج طيب وأنا كذلك ربي يعني ما حيترك أحد فبعد كلامه هذا خلاصا انهبلت جننت فيه بزيادة قلت لها أنت طفلي والله العظيم ما حيفرقنا إلا الموت وكنت مرة متمسكة فيه وأقنعت أهلي إن الرزق بيد الله ومستحيل أني أترك زوجي مرت السنين وأنا أسمع كلام أحيانا والله ما يرضيني من أهله خصوصا يعني إن أنا معاهم في نفس العمارة ومع ذلك يعني كنت أخدمهم بعيوني وأقوم فيهم حتى ما وعيد أمه للمستشفى تخيلوا تأخذني أنا ما تأخذ بناتها كبرنا وطالت السنوات وحياتنا مستقرة صح إنها باهتة بدون ألوان وهادية لدرجة الاختناق بس إنه مشت الأيام ففكرت إنه يعني ناخذ طفل تبني من دار الأيتام نربي وقدمنا وسوينا الإجراءات المطلوبة بس للأسف سبحان الله ما تيسرت وما كتب الله لنا وكنت كلما أروح لأهلي ألاقي يعني كم كلمة من أمي وأبوي لدرجة إنه يقولون خلاص توددي الأولاد وبنات أخواتك وأخوانك عشان إذا كبرت يقومون فيك إذا احتشتيهم فحسيت بعد فترة من مرور السنوات هذه إن زوجي متغير وصار بيننا فجوة وصمت يعني يليت المشاكل وحوار وكذا بالعكس تحسون إن الحياة لازالت مستمرة لا الحياة كانت بيني وبين زوجي صمت صمت قاتل كل ما طلبت شيء قال لي سمي أبشري بس ما أحس بمشاعر أحس ببرود الحقيقة أنا نفسه يعني ما عاد قلبي له زي زمان ملل الحياة ملل ما في حياتنا شي جديد حياتنا عبارة عن أكل شرب نوم حتى الطلعات ما لها طعم ما عندي دوام ولاني ملتحقة بأي شي غير جوي حتى الجيران ما أطلع لهم ولو أسألوا شفيك ليش ساكت أو ليش يعني طول الوقت ونت قاعد على جوالك يقول لي ما في شي يعني كنت أتمنى لدرجة بعض الأحيان ودي نتخاصم ودي نتهاوش ودي نتزاعل ودي أن أصواتنا ترتفع عشان أحس إنه في حياة في أحد أنا أخذه وأعطي معاه لين مرة من المرات كنت ماشية عم عدية يعني وأركز كذا في جواله لجته أشعارات كثيرة والصدق والله العظيم بالغلط فتحت كانت الصدمة اللي في حياتي ما جات على بالي على كثرة السنين اللي مرت معاه عمري في حياتي ما فكرت مجرد تفكير أني أفتح جواله أبدا ما أعرف كيف هذاك اليوم دخلت على المحادثات واكتشفت أن له سنة وأكثر على علاقة مع وحدة وميت عليها ويترجاها أنها تتزوج وأن شرطها الوحيد طلاقي منه وهو متردد طبعا من كلامه يعني أنه متردد ويوعدها أنه يطفشني يعني يبهذني لين أنا أطلب الطلاق فكانت هذه أقوى صفعة في حياتي صحيت من وهم التضحية والحب وخلاص خرج الأسد اللي في داخلي فضحته ورحت أعلي صوتي وأرفع صوتي لين جوا أهله علي يعني كلهم وعلمتهم بكل شيء وذكرتهم أني أنا ترى ضحيت بعمري أنا ما تطلقت أنا يعني خسرت شبابي على ولدكم حبا فيه وإخلاصا له وآخرتها كذا يخوني فكانت الصفعة الثانية الموجعة لي أمه تخيلوا اللي أحبها من قلبي من ونا في العشرين أخدمها اللين وصلت سن أربعين سنة كانت في صف ولدها أول شيء قالته ما أحد أجبر كاني ليش تجلسين معاه لا تجلسين تذلين ولدي أنك أنت عشتي معاه لو تطلقت وتزوجتي وخلفتي كان دعينانك بالتوفيق أنت اللي تنازلت برضاك ما حد ضرب على يدك وقال لك أجلسي وبعدين ترى ولدي حب ذي الإنسانة وتعلق في عيالها وهي أرملة وعندها طفلين محتاجين أب ولا وقف في طريقهم اللي أنت لو طلقك يعني كان أخذ أجر هذول الأيتام يعني حتى ولدي مخلص لك لسه ما طلقك من قوة الصدمة أنا ما رديت عليها ما رديت بحرف دخلت غرفتي على طول أطالع في المراية أشوف شكلي يا الله كيف طلع فين الشيب صدق يا الله كيف مرت السنين كيف أنا كبرت وأقفل على نفسي الغرفة وجلست أبكي بكى 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 من كل قلبي ليلة كاملة إلىين جاء الصباح أخذت كل أغراضي وأي شيء خصني وكلمت أخوي وجاء وأخذني فأرسلت لبس رسالة واحدة كتبت فيها بس طلقني وسحبت من حياتهم بهدوء بدون أي محاولة صلح أو تدخل سواء من أهلي أو من أهله قلت لهم خلاص أنا أتخذت قراري وانتهى تدرونهم مش قالت لي كات بدري بعد إيش وهي صادقة بدري بعد إيش بس أنا ما كنت حاسبة لذاليوم بعد أسبوع أرسل يعني ورقة الطلاق وما أكمل شهر إلا تزوج حبيبته والكل يمدح جمالها وسعادته معاها ومع عيالها وكيف أنه البطال الشهم الحنون اللي كفى الأيتام وكيف أني أنا الشريرة الأنانية اللي أنا طلب طلاقي عشان نيسوي خير كنت أسمع وأسكت وأعرف أن أهلهم وراء بالكلام طبعا كل أخواني وأخواتي وأهلي كانوا يلوموني أني أنا ليش ما اطلقت من زمان وعشت وتزوجت وأنا من قوة الكبت والكتمان اللي صاير فيني والله العظيم جاني سكر فجأة وذبلت خلاص اللي شوفني يعطيني أكبر من عمري بكثير ما أرد ولا أناقش وهم كل ما شافوا أخواني أو يعني وصل أهلي كلام عني يفتحوا موضوع معاي وأنه كيف تخلى عني وأنه كيف وكيف يا الله تعبت صرت أتمنى الموت أنا عارفة أنه كل الكلام اللي يقولونه وداري أنه كلامهم صح بس خلاص إيش عادي يفيد الكلام خلاص أنا بموت من هارا يعني قدري أني يضيع عمري معاه قدري أني يكون كذا فالمهم أن خطبت الشخص أكبر مني بخمس سنوات مطلق وعنده سبعة أبناء وعايشين مع أمهم وافقت وتزوجت بس عشان أفتك من الكلام خلاص عاد الصراحة أنه زوج يعني طيب وحنون لكن عنده بس مشكلة أنه ما يبقى أطفال يقول خلاص عياله يعني ما يبرون فيه ومتحزبين مع أمهم وهي قوية شخصية فما قدروا يتحملون بعض وتطلقوا وأخذت عيالها وهو بس يعني يرسل لهم نفقة فكل ما كنت أقول ابن الحلال يلا خلينا الراجع خلينا نشوف قال ما يحتاج ما لي خلقنا الأطفال والتربية وكذا فأنا رحت من وراء سوت فحوصات وكذا قالت لي الدكتورة أنت ما عندك أي مشكلة لو الله كتب لك يعني رزق أكيد أنك بتحملين والحقيقة يعني سبحان الله أني ما أحس حينجبر قلبي وحياتي إلا بحملي وأنا ما عرضت القصة هذه إلا عشان الوحدة تفكر بالعقل ألف مرة قبل العاطفة وتأكد أنه ما أحد يستاهل تضيعين عمرك عشانه وثمرة حياتك هي صحتك ثم شهادتك ثم أطفالك فدعواتكم لي أني يا رب أفرح بحملي لي الآن ثمانية أشهر من الزوجة وعمري 42 سنة أمنيت حياتي طفل يرجع للحياة ولو رجع فيني الزمن كنت طلقت من أول ما عرفت أنه ما ينجب وكان كملت دراستي فنصيحة لا تفرطين في وظيفتك عشان زوج ولا تفرطين في فرصتك في الإنجاب ويضيع عمرك على شخص لو كان السبب منك بيتزوج عليك حطي لك أولويات وتأكدي أن ما أحد يستحق التضحية إلا أمك وأبوك حتى الأبناء ملازم دائم تكونين الجانب الضعيف المضحي المتفاني لا تكونين أنانية لكن كمان لا تنسين نفسك وحقوقك خلق قوية في قراراتك حتى لو كانت صعبة وأخيرا أعوذ بالله من ود بلا ثقة ومن حياة بلا حس ولا أثري ومن تغير قلب في مشاعره من خيبة أتعبت من صحبة العمر ومن ضياع جهود دون ما هدف ومن منام على الأحزان والكدري تعلمنا الحياة بس بعض الأحيان ما نستوع بالدرس إلا مرة متأخر بعد ما يروح ثلث أو نصف العمر ترى الأيام بترجع لنا السنوات هذه اللي راحت وترى بعد كل هذيك السنين نقدر نقول يالي تنزمن يرجع سؤالي لكم هل ضاع لكم عمر أو وقت أو جهد أو حتى مال وراح لأشخاص غلط واكتشفتم مرة متأخر أن عطاءكم في غير محلة إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله